الأمر بالتداوي أخبراني كيف كان يومكما؟ لقد قمت بمساعدة أستابتي في إعداد الطعام في حصة التدبير المنزلي أما أنا فقد استفدت كثيراً من الندوة التي أقامتها المدرسة اليوم بعنوان الأمر بالتداوي الأمر بالتداوي؟ سأوضح لك من خلال الأحاديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحد قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال الهرم وما معنى كلمتي المسكر والهرم؟ كل مسكر هو كل ما أذهب العقل والهرم هي الشيخوخة يوسف ماذا تعرف عن رواة هذه الأحاديث؟ راوي الحديث الأول هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمر الأنصاري الخزرجي شهد بيعة العقبة مع السبعين وكان أصغرهم قال رضي الله عنه غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة وقال لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي من أجل البقاء عند أخواتي فلما قتل يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط وبلغ عدد أحاديثه ألف وخمسمائة وأربعين حديثة توفي سنة ثمان وسبعين هجرية وهو ابن أربع وتسعين سنة أما راوي الحديث الثاني فهو الصحابي الجليل أسامة بن شريك الثعلبي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أحاديث وهو ممن سكن الكوفة وإلى ما يرشدنا الحديثان داتنا الإسلام بالصحة فحرم كل ما يؤدي إلى إتلاف البدن أو العقل جزئيا أو كلية وما هي الأشياء التي قد تتلف البدن أو العقل؟ مثل ما حرم وقاية للبدن تحريم تناول ما فيه سم أو ضرر ومثل ما حرم وقاية للعقل تحريم الخمور والمسكرات والمخدرات وما شابهها تعد من المحرمات المنتشرة والتي تفتك بالعقل وتضر به ولها أضرار دينية وصحية ونفسية واجتماعية واقتصادية منها هلاك الصحة، إتلاف العقل، تواعد الله متعاطي المسكرات بعقوبة شديدة يوم القيامة وهي الشرب من طينة الخبال أستنتج أنه يدخل في ذلك تحريم سرب الدخان، وإن كان لا يذهب العقل إلا أن ضرره على البدن كبير أحسنتي، كما أن التداوية لا يتنافى مع التوكل على الله، بل هو من الأخذ بالأسباب المشروعة والتداوي يكون بالأدوية المعنوية مثل قراءة القرآن والأدعية والأذكار الشرعية ويكون كذلك بالأدوية المادية مثل الأعشاب والعقاقير الطبية جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات تعلمنا أن الإسلام اعتنى بالصحة، فحرم كل ما يؤدي إلى إطلاف البدن أو العقل، وأباح التداوية إذا وقع المرض ومن أمثلة ما حرم وقاية للبدن والعقل، تحريم تناول ما فيه ضرر، وتحريم الخمور والمخدرات ومن الأمثلة على التداوي، الأدوية المعنوية، الأدوية المادية